موسيقى 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 أهلاً وسهلاً لكم من كردفان إلى استوديوهاتنا بالخرطوم عبر صباح الشروق أهلاً وسهلاً لكل المتابعين وكل الإنضم لمتابعتنا الآن من خلال هذا الصباح ونحن في صدافتنا الأخيرة واليوم نعلم تماماً كل المترقبين وكل الممتحنين والأسر السودانية تتهيى وتترقب لإعلان نتيجة الشهادة السودانية اللي حتزاع اليوم عند الساعة الواحدة ظهراً بإذن الله نتمنى النجاح والتفوق لكل الممتحنين ونتمنى كمان الأسر والأمهات يحنوا شوي على أبناؤهم وبناتهم وأولادهم والممتحنين إذا حصل لا قدر الله ما أحرز النتيجة اللي أنت متوقعاها نشوف نحن أنت مفتت عاملي معه كيف الإسلوب والطريقة الطالب ذات نفسه وإحساسه بالنتيجة انتظاره لها أي مشكلة أو خلل حصل كيف ممكن تعالجه ده محورنا اللي حيكون اليوم مع اختصاص علم نفس الأستاذة إلهام أحمد محمد علي أهلاً وسهلاً بيكم وصباح الخير عليكم أهلاً وسهلاً بيكم ونات الشروب برنامج صباح الشروب أنا سعيدة جداً والله باستضافة اليوم معكم للتحدث فيه يعني هي حاجة مهمة شديد نعم وتؤدي لأشياء كثيرة طبعاً الامتحان ومدركة امتحان وبالذات الأسر بواقع أو مترقبة حدوث يعني نتيجة مشرفة لأبنائها طلاب التحية لأستاذ المشاهدين التحية للمعلمين والمعلمات وللأسر وللطلاب ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح الباهر ونتمنى لهم حظ السعيد إن شاء الله إن شاء الله والتوفيق إن شاء الله إن شاء الله طبعاً هي الامتحان هو عملية تربوية يعني لها أهداف معينة لكن بطريقة تعليمية محددة فهذه وغدت تحول أو هام في حياة الطالب والأسرة معاً نعم وده كله بيؤدي للتوتر والإرهاق بدءاً من إجراء الامتحان دخول الطالب للامتحان إذي ما امتحان أهالليلة جيبني عملت كم جيبت كم اشتغلت كيف الأسرة بتكون عاشت في جيوة التوتر وده بيؤدي إلى شنو أثار نفسية مترتبة على هذه العملية واحدة من الحاجات التي نحن نجي ونعمل تسلسل لحلقات قبل الانتحان لكن اليوم هو الفيصل نتيجة الشهادة السودانية واليوم ده تحديداً عنده أثر نفسي كبير جداً عند الممتحنين نفسهم أو عند أسرهم كيف يقدروا يتداركوا هم قاعدين منترقبين للشهادة ومنتظرين ابنهم والله أنا بقدم نصيحتي أول إرشاد النفسي بتاعي في رسائل معينة أو محددة الرسالة الأولى هو الحاجة للأسرة والأولياء الأمور أو الأسر الآباء والأمهات بتأكد هم طبعاً كلهم مستشربين هذا اليوم واحدة عايز لكن نحن بنقول والله إنه الطالب ده مرد بنحمله فوق طاقته كثير جداً يعني لأنه في ظروف خاصة بالامتحان في ظروف في غلق امتحان في خوف في عدم استعداد ذاته كان لظروف معينة لكن هم الأسر بيكونوا شايفين إنه هم جبله الأسار في البيت وغفرونها بالجوه الرسالة الأولى للأسر أو للآباء والأمهات إنه الحاجة التشجيع والتقبل النفس التام للطالب وبالنتيجة اللي بيتحصل عليها يعني وكل حاجة بنقول لهم إن هاي قسمها ونصيب فإن إحنا لازم نتقبلهم ونشجعهم ونساندهم ده الرسالة الأولى لازم نعرف إنه في التفوق وفي إخفاء وفي إخفاء أو في فشل يعني وهم الممتحنين ده منهم من يكون رسام لا يفهم في الرياضيات منهم من يكون مقابل بعدين أو غد يكون رياضي يتميز بلياغة بدنية عالية أو صحة جسيدية يجب على الأسر أن تتفهم هذه نظرية حديثة سماع بالذكاءات المتعددة أو فريم أوف ماين يعني أطرع أغلية كل واحد كل شخصية بيختلف من الأخرى ممكن يكونوا أخوان إتنين في البيت واحد يعني يزمج يلا عالم يلا الابتعاد عن المغارعة نعم المغارنة بين الأخوة المغارنة بين الأغران المغارنة حتى على المستوى العائلي يعني التلاميذ أو الطلاب ديل أو الأبناء في الأسرة الواحدة بيختلفوا فحيح يعني ما أخوه مثلاً تفاوغ وجاب نسبة عالية هو ضروري أنه هذا الطالب أو الطالبة تجيب نتيجة عالية فكل شخصية لها استعداداتها لها قدراتها العقلية لها ظروفها المصاحبة نرجو أو أتمنى من الأسر أولياء الأمور والأموات يتفهموا هذا الجانب جميل يكون في تقبل ويكون في تشجيع نعم التوازن النفسي اللي بيحصل من خلاله التشجيع اللي تتكلم عنه كيف أنه ممكن أسرة تكون متزنة نفسية متصالحة مع ذات عشان ما تقدر كمان تهيي الجولة إنه طفلك الليلة النتيجة ما في مشكلة إذا أنت نجحت حتمشي الجامعة اللي أنت عايزة وإذا حصل حاجة إنت حابب تعيد من أول الجديد حابب يكون في تفاهم من الأسر من التقبل التعارب إنه طفلك ده إنت أكيد عارب مستواه نعم مما دخل يعني مستواه هو كيف فإنت تتغبل نتيجة على هذا المستواه يعني إنه هو إذا اجتهد وكان بها جابب لك نتيجة إذا ما يعني التعارب المستواه أو تكون في خفاغات حصلت أثناء الامتحان أو نتيجة أو ظروف خاصة حصل لهم اضطراب هو إذا تحصل لهم حصل لهم حصل لهم في عوامل داخلية وفي عوامل خارجية في عوامل داخلية ما نقدر نتحكم فيها وللأمر يعني فنحن لازم نتفاهم أول أسرة تتفاهم والأبا والأمهات تفاهموا إنه ما خلت نهاية المطاف ما معناه للمتحان تطريق واحد ما معناه إنه جاب علامات سيئة خلاص الغيام تقوم بحاجات من ربنا وعملوا عليهم ونشجعوا نخليه في يوم النتجيع نعز السيقة بالنفس ليهو الحاجة الثانية للأبا والأمهات إنه يبتعدوا عن اللوم يعني إنت لم تلوم الشيء هو النتيجة جاب لك إذا جاب النتيجة عالي فإنت تشجعه بعدين التوبيخ والعبارات الماظريفة في إنه إنت وإنت وإنت بالضبط كده بالضبط كده أنا حاجوها سبي صادرة أو لاحظة فإنه إنت ما تديه لوم لأنه هيحيز بالتقسير حيحيز بالعجز إنه أنا مقصر إنه أنا قد بأسر في بيعمل ضغط نفس كبير يعني الحاجة الثالثة إنه الإبتعاد عن العنف زي ما قلت التعنيف والشدة والعنف اللفظي أو المعنوي طبعا الجسد دماظين فهو اللي أمر يدق الطالب إذا ما جاء بالنتجة غاد يكون يحدث والله في حاجات بتحدث يعني أحيانا ما بيتكون يعني يعني رجاء يعني أو رسالة للآباء والأمهات والأسرة إنه تبعد عن التعنيف سواء كان اللفظي بكلمات معينة أو معنى بل إهمال يعني يعني أنت جبت لي النتيجة خلاص أنا بأهمي لك أي كل حاجاتك اللي أنت عايزة مني لأنا كنت رجبت لي حاجة كويسة وكعقاب يعني فنتمنى إنه نصر له الحب التقدير الإهتمام التشجيع ونزيد عنده الدافعية للإنجاز في مستقبل نعم ونخليه بعد ذاك يختار برغبة يعني حتى التلميزة المتفاول نخليه يختار برغبة يعني الكلية اللي هو عايزة والفشل نخليه تجربة سابقة لشنو للنجاح أو تجربة تسبق النجاح جميل قبل ما نمشن إحنا لي مرحلة إنه هو كيف يختار التخصص الجامع بعد ما هو نجاح اليوم يوم النتيجة تحديدا الترقب من الأسر والخوف والهلع اللي يدخل جواهم قال لي للنتيجة قال لي نتيجة فلانا ساعة واحدة بيكون في اضطراب نفسي عند الأسر ذات نفسي يعني حتى الطالب هو لو عايش طبيعي بيتأثر بالحاجة اللي عند الناس البيت ولو الأم هي متوقع إن ولده يجيب 97 وجاب ليها 95 هي خلاص من نسبة لدي نتيجة غير مرضية طبعا هو نسبة ليه هو نجاح يعني حتى لو نجاح ممكن كان خاطئ إنه ما ينجح خالص لأنه هو عارف عمل الشيء بالامتحان وقدى الامتحان ذا كيف والظروب الصاحبة الامتحان فهو لما نقول أنت جبتها مثلا ستين أو السبعين هو فرحان فإليه لأمتي الدكتور الفرحة أو الأبي يكتور الفرحة في الطالب أو الطالبة هو فرحان بيها يعني في ناس يمكن يكون ما حالكم الألحظ إنه منجه هزاته فإنت يا أخي أخذ بيده شجعه يا أخي والله نجحته وكويس منك وناخذ بيده وما نضع فيه الحاجة دي لأنه الحزن ذاته بضع في القلب والحزن بيصبت العظيمة وبيضر بالإرادة يعني حتى لو عنده إرادة يعني يمشي المجال هو عايزه هو خلاص هتنكسر فيه هذي الربع أنك مالقة منك الحاجة اللي هو كان متوقعة الفرح والاحتواء والتغبل النفس وغير من الأشياء الإيجابية والمشاعر الإيجابية اللي أنتم كانت تقدميها ليهو وفي الحتة دي يعني حتى أنا بدي رسالة للمجتمع يعني المبالغة أو النباهة في الاحتفاء مثلا بالتفوق لأن ده في وصائل التواصل في الأسرة ذاتها في المجتمع في الحي بيأذي مشاعر الآخرين يعني يعني الأمهات يدباهوا إنه والله والذي جاب كده وخش كلية كده ما عارق اللي تطيب فهذا شوي بترك أسر يعني سالب بالنسبة للناس يعني رأي مشاعر الآخرين يعني ما تقوم في مبالغة في الاحتفاء كمان بالمتواصل ناشجعوا لنحفزهم في إطار خليني أجيكي برضو لحاجة مهمة يا أستاذ إلهام أنت ذكرت أنه ابنها نجح وولدي حيدخل الطيب الولد النجح هذا وهي متوقعه ويدخل الطيب غد يكون هو عايز كلية تخصصتاني خالص غير اللي أنت عايزاه يلؤم في البيت أو الأم في البيت كيف الأسر؟ في ذكاء غوي منها وفي ذكاء بصري وفي ذكاء رياضي وفي ذكاء طبيعي فالحياة دي هي بتحدد المناشط نفترض تكون في المدارس في حاجة اسمها المنهج اللاسف أو المناشط الأنشطة المتعددة كل بتحدد الرغبات وميول وبعد ذا كان بعرف الطفلي أو ولدها أو الطالب دا ميول وليشنو؟ ايو بيبدح ليشنو فأنا أخلي بي رغبة يعني هو متفاوغ صاح دراسيا لكن بكون إنك أجبرتيه خش قلية معينة ده هنا بيكون في عدم توافق دراسي وفي فرق ما بين التفاوغ الدراسي والتوافق الدراسي صحيح ده اللي بيحصل له بعدين مشاكل ما قدر يستمر رسب ما قدر يكون علاقات صحيح ده اسمه عدم تفاوغ دراسي فإنت اللي بيتبارك له إنه يخش تخصص معين هو ما راغي فيه بتحصل له تاني اللي هو منها الضغط النفسي ومنها عدم التوافق الدراسي فلازم الطالبة المتفاوغدة كمانا تضحقه يتمتع لينا بشخصية متكاملة شخصية إيجابية شخصية يعني تفيد المجتمع يعني فنخلوه بي رغبته ما نضغط عليه عشان ما بعد نحصل له عدم توافق دراسي ده بالنسبة لينا للطالب الناجح والمتفوق نجل نشوف الطالب المنجح أو جاب لينا نسبة لتكون ما مرضية للأسر والأمهات ونسبة قليلة جداً التبويخ والمشاعر السالب اللي بتجيه بتخليه ويكره إنه يمتحين تاني صح بدل ما نحن كيف ممكن نحن نعالج عشان ما نعزز الثقة في نفسه في إنه إنت خلاص المرة دي سقطت هي مخرى الدولة والله بالتشجيع وبالتغبل زي ما قلت ليت من نفسي وبالاحتواء إسهار الحب والتقدير والاهتمام والله في النهاية أنا بقبلك كلك بقبلك زي ما إنت بحياتك كلها أنا بقبلك يعني مش معناته إنت أنا والذي إذا جاب نجلة مثلاً ضعيفة أو منعشان بعدين أنا قدامه المجتمع أقوله والله والذي هذا بهبي في الظروف أنت هو ما عنده فيها ذات مرة يكون شنون يعني دخل هو دي غدرة وإمكانيات وكده وبعدين في الظروف نصي صحيح معانا يعني في ذات الشباب الشارك بالحراكة الثورية يعني حصلت لهم ظروف يعني صحيح طالب أدى بهذه النتيجة نحن نحاول نشجعه نغلسه الصغة نجده الإرادة أو يكسب إرادة جديدة ونقول له دي ما نهاية النطاف فإنت لا تيأسنا إذا فشلت مرة إن النجاح حليفة كلها مثابرة وفي نكات في يعني بالذات في مغاية التواصل اللي تمام بيداولا الناس فيها سخرية وفيها سخرية نعم 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 يعني خلينا استسكر نكتة إنه جار سمع واحد يضرب في سلاح فرحة هو فرحة بولده إنه نجح فقام قال لي يا فلان إنت بيتضرب سلاح كده ليه قال لي يا أخو والده نجح قال لي جابكم قال لي جابكم وفمسين قال لي أخو لسه ما قتلته يعني بدل الفرحة دي مفروض يكون فيه هو فرحان طبعا أيوة ما هو عارف مقدرات ولده يدفت شدير برضه أيوة الحمد لله في أسر متفهمة وفي وعي كبير لكن إحنا برضه بنذكر ونقول للأسر أفرحوا بنتيجة أولادكم يعني أفرحوا بنجاحهم نعم والما نجح برضه نفرح به ونشجعه ونسانده ونتغبله وإن شاء الله كل العام إذا تيحت له تاني الفرصة إنه شنو يمجح وإذا كمان جاب نسبة وعنده رقب يخش شواكو الليه معنا خليه يخش شوف رقبت ويمشي زي ما هو عيد أستاذ إلهام في محور أخير خلينا نشوف إنه إذا إحنا عززنا السقة النفسية عند الممتحنين أو خليناه واثق من نفسه فحتى الإخفاق حقه هو ما بيشوف إنه أجرم في شيء يعني ممكن يقول ليه هو حاجة بإنه والله أنا أخفقت المرة دي لكن إن شاء الله بيتبقى ليه كحافظ الأسر النفسي جواه الأسر النفسي يلا هو كل ما كانت الأسر في حالة خلق وتوتر والأمهات يعني بيحسوا وأولا الطلاب بيحسوا بأنه أهلهم ديل هما قليقين متوترين ده بيزيل عندهم الضغط أنه زي ما قلنا الضغط نفسي بيؤدي إلى مشاعر سالبة بيؤدي إلى يعني مشاعر عميغة بيؤدي إلى قد يكون حاجة سلبية إنه إنه ذاته يكره تاني دراسة صحيح إنه ما عايز يدرس إنه يحصل له حزن والحزن طبعا حاجة سيئة يعني والإحبار صحيح وبيحس إنه هو بيقول حتى للأسر بيقول لنا سلبية يا أخ أنا بقرأ ليكم ولا لا يروحي أنا بقرأ ليكم يعني حتى لما يخاطبوا بطريقة برضو فيها الأعمال فرصة أو الأسر ما تدي أولاده من بوكرا إنه هم شنو يختاروا مجالهم أو حياتهم بأنفسهم يعني أنت بس محيد ليهو هي ليهو الجو فيه أوامل ربلا الامتحان يعني منها إدارة تنظيمة الوقتي مثلا وتهيئة الجو ليهو أيوة غد يكون ملام كويس نسبة لي مرض معين نسبة لي حاجة غد يكون حصل ليهو هديك عالي جدا من التفكير كل الحاجات دي ممكن تكون مؤسرة كم تحصل ممكن تؤدي إلى نتيجة يعني غير مرضية أو غير مرضية بالنسبة لي ودايما الغير مرضية أستاذ الهام بتكون للأسر الأم والأب أغلب النجاح أغلب الحاجات التي بتشوفها التأثر الكبير بتلقي الأمهات لما تتصل عليها همودة يا فهم والله ما جاب لي حاجة أكيد ما يجاب لي يعني بتقوليك والله ما جاب لي هنا هو بكيز هي بتقول الكلمة وما خلى باله ليها لكن هو خلى باله إنه هو شنو يعني يعني فيه عدم تغبل صراحة صحيح وفيه إهمال واضح يعني فيه إهمال واضح للطفل ما بيحرز نسبة عالية قد يكون أنا بقول بعض ما عمم يعني أقول بعض الأسر يعني رغم إنه الواحدة تأييمي الامتحان الأم والأب يسألوه وهالامتحان كيف بقوله الله مية مية فهم بيكفلوا على الحاجة دي إنه ولدنا ده نهاية النجاح فالأسر أنا يعني أقول للأسر تتوقع يعني تتوقع كل الممكن يحدث يعني وما بنقول ليس بالإمكان أبدع مما كان وإنما نقول بالإمكان أبدع مما كان صحيح أي ونحن نبدأ معاه تاني خطوة بخطوة وناخد بيده ونمشي معاه إلى بر الأمان إن شاء الله نحن شاكرين ونقدرين لوجودك معانا في صباح الشروق شكرا جميلا إختصاصي على المنفس السادة إلهام أحمد محمد علي نتمنىك إن شاء الله في صباحات جديدة بإذن الله تعالى شكرا لكم أنتوا غنات الشروق وأنا سعيدة جد بإني قدمت بعض الرسائل يتمنى إنها تكون أفادة الأسر ويتمنى النجاح لكل الممتحنين ولكل الممتحنات يعني والأسر كلها تفرح في نجاحه إن شاء الله نتمنى النجاح يكون حليف كل الممتحنين لهذا العام واليوم هو يوم قد يكون لكثير من الأسر مهم جدا في حياتهم عشان يغرسوا أو يشوفوا حصاد ثمرة السنة أو العام المضى من مذاكرات ومن تعاب من إرهاق ومن مدارس من مشاعر كثيرة هم في انتظارا نتمنى اليوم إن شاء الله يكون النجاح حليف أولادكم شكرا لكا صباح الشروق لهذا اليوم شكرا جميلا شكرا كثيرا كل الناس اللي رافقتنا وتابعتنا وكانت معانا من خلال هذا الصباح نشوفكم إن شاء الله في صباح جديد نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة في أمان الله اشتركوا في القناة